اشتركوا في القناة شكرهم وامتنانهم لما يوليه جلالته من اهتمام بقرية لدراز وحرصا مستمرا على تلبية احتياجات ومتطلبات اهليها الكرام من خلال توجهات جلالته السديدة قد استمع جلالة الملك المفدة الى متطلبات واحتياجات اهل قرية لدراز وامر جلالته حفظه الله بتلبية هذه الاحتياجات واطمئن على احوالهم وقد رحب صاحب الجلالة باهل لدراز واشاد بجهودهم في خدمة الوطن وتعزيز نهضته التنموية واسهاماتهم الفاعلة في مختلف القطاعات معربا جلالته عن اعتزازه بالمواقف الوطنية الخالدة لشعب البحرين العزيز والتي مكنت المملكة من تخط الكثير من الصعاب والتحديات في ظل ما تلعم به من قيم راسخة للتكافل والتعايش والتسامح الانساني اكد جلالته ان ما تواصل البحرين تحقيقه من نجاحات وانجازات هو ثمارة تكاتف ابنائها وتضافر جهودهم لكل ما فيه خير وصالح وطنهم واكد جلالة الملك المفدر على اهمية التواصل بين الجميع وهي عادة كريمة بين شعب البحرين العزيز وان مواقف اهل البحرين تسجل بالذهب من خلال العديد من المواقف فوقفتهم وتضامنهم اثناء التصويت بالاجماع على ميثق العمل الوطني يدل على حضارة اهل البحرين ومواقفهم الثابتة وقد حققنا معا العديد من الانجازات الوطنية وتجاوزنا ايضا العديد من التحديات بتكاتف اهل البحرين وهذا نابع من ثقافتهم ووعيهم ونحمد الله ان اهل البحرين يتمتعون بسمعة طيبة في بلدهم وخارجها ومحبتهم من الجميع تأتي انطلاقا من حضارة البحرين العريقة والبحرين بعون الله ستواصل مسيرتها ونموها الاقتصادي وتطويرها في كافة المجالات لكل ما فيه خير شعبها العزيز اشار جلالته ان المملكة ستمدي قدما بعون الله تعالى في مسيرتها الرائدة نحو المزيد من البناء والتطوير من اجل رفعة الوطن وخير ابنائه وضمان مستقبل زاهر للاجيال القادمة في ظل ما يجمع اهلها من محبة وترابط من جانبهم رفع اهل قرية الدراس خالص الشكر والتقدير والعرفان الى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة على تفضل جلالتهم بلقائهم والاطمئنان على احوالهم واحتياجاتهم مشيدين بالنهج الاصيل لجلالته رعاه الله في الحرص على التواصل مع كافة ابناء البحرين والاهتمام بقضاياهم ومتابعة شؤونهم سائلين المولى عز وجل ان يحفظ جلالة الملك المفدى ويرعاه ويسدد خطاوة ان يديم على البحرين نعمة الامن والامان والاستقرار موسيقى 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 المترجم للقناة 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 براحته طب المترجم للقناة ومن ثم المترجم للقناة المترجم للقناة لها الروح وهذه قد قد تنمى تنمى المترجم للقناة